بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس تنبيه الصحيح أنه لا يجوز تعمد الضربتين لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أن يؤتى بالعبادة على وجهها من غير زيادة ولا نقصان والله تعالى أعلم قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وأوحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وابعثت إلى الناس عامة متفق عليه ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها ولها أن تقرأ القرآن ويسقط عنها طواف الوداع إذا أكملت مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين